النهاردة معي حاجة من أروش الحاجات اللي ممكن تفيدك كجيك لكمبيوتر وهو كومبو الكيبورد والماوس الوائرلس ديسك توب 6 موديل X 1960 من شركة رابو بكل اختصار الكومبو ده بيبقى عرض كيبورد وماوس سوا سعرهم بيبقى كويس جدا وارخص كتير من لما تشتري كيبورد بشكل منفصل والماوس بشكل منفصل فكومبو النهاردة اللي معي عبارة عن كيبورد وماوس لسلكي من شركة مش مشهورة قوي في مصر والوطن العربي اسمها رابو لكن هي بكل تأكيد شركة محترمة ورائدة جدا ومنتشرة جدا في الأسواق العالمية طبعا أنا بستخدم الكومبو ده في جهازي الشخصي من المدة تقريبا يعني حوالي 45 يوم فهتكلم معكم في الفيديو ده عن تجربتي للكيبورد والماوس دول من ناحية المميزات والعيوب زائد أن أنا هقول لكم عن الإمكانيات من الناحية التقنية وكمان هنشوف أنبوكس الكمبو بيجي في بوكس واحد زي ما انتم شايفين موضح عليه صورة الكيبورد والماوس وعليه ستيكر دعم الحروف العربية الجنب ده فيه شوية معلومات عن دعم الكمبو للنظام تشغيل ويندوز وماك وطبعا لينوكس وشوية معلومات تقنية عن الكمبو نيجي بقى نفتح البوكس أول شيء في المقدمة هي الكيبورد ومعها يوزر ديكمنتيشن وبطريطين من حجم دابل اي اللي بنسميها الحجارة الألم وبعدين الموز زي ما انتم شايفين كده أهم اللي بيميز الكمبو ده في المجمل لونه الأسود المط يعني لو الستوب بتاعك يعني بيغلب عليه اللون الأسود فالكمبو ده هيكون إضافة مميزة جدا للستوب بتاعك طبعا اول حاجة حابب اقولها ان الكمبو ده يعتبر الوحيد في السوق اللي بيجي معاها بطاريتين واحدة لكيبورد واحدة لماوس بتكفي سنة كاملة من التشغيل المتواصل للكيبورد والماوس وطبعا اي بطارية تانية هتكفي سنة واكتر بفضل التقنية الخاصة بشركة رابو في توفير الطاقة فده يعتبر واحد من افضل يعني الاخترارات المتاحة لكمبو كيبورد وماوس في السوق نيجي بقى اول حاجة للكيبورد هو طبعا الكيبورد كيبورد عادية جدا كلاسيكية مش ميكانيكال وانا يعني شخصيا من الناس اللي تعتبر اولد سكول حد النهاردة يعني مش متقبل الكيبورد ميكانيكال ومزرار مزعجة والوان مبهرة كده كأنه يعني فرح بنت العمدة وده طبعا بيخليني يعني افضل الكيبورد كلاسيكية اكتر والكيبورد اللي معانا دي بتتميز ان خمات التصناع بتاعتها او البلد الكواليتي بتاعها محترمة جدا بصراحة يعني الملمس بتاعها كده يوحي بان سعرها اغلب كتير من سعر الكمبو كله اللي هو لا يتخطى ل300 جنيه في مكان في الكيبورد من تحت كده بياخد يعني راحة اليد في البداية كنت مستغربه جدا وكنت حاسس انه هيبقى عائق لكن بالعكس ده كان من افضل المميزات المريحة في الكيبورد وزن الكيبورد بالكامل متضمن من البطارية حوالي 390 جرام وفيه ست ازرار للمالتيميديا في الكيبورد من تحت برضه ده شيء مش مقلوف لان دايما ازرار المالتيميديا بتكون في الكيبورد من فوق لكن يعني بعد يوم او بعد يومين هتتعود على موقع ازرار المالتيميديا اللي تحته هتكون مستمتع جدا بيها الازرار الستة دول طبعا ليهم يعني ست وظائف واحد بيفتح متصفح الانترنت الافتراضي والتاني بيفتح برنامج تشغيل الميديا الافتراضي والاربع البقيين التالت لعمل بلاي او بوز والرابع بيعلي الصوت والخامس بيوط الصوت والسادس طبعا بيعمل ميوت او بيعمل كاتم للصوت بالنسبة يعني الازرار الكيبورد في العموم هي ازرار نعمة جدا وصوت هواطي والمقاومة بتاعتها 45 جرام بتخلي الضغط على الازرار تجربتها ممتعة جدا ومعقولة مسافة استجابة الازرار تقريبا اتنين ميلي ومسافة الضغط الكاملة اربعة او خمسة ميلي تقريبا الكيبورد دي هتريحك جدا لو انت يعني بتكتب كتير طبعا اللي قاوت او واجهة الازرار او توزعت الازرار على الكيبورد هي اللي هي الكورتي مفيش ازرار مكانها مش مالوف ولا مثلا ازرار الاسهم متدخلة مع زرار الكالكوليتر لانها طبعا فول كيبورد او لوحة مفاتيح كاملة بالعكس الازرار سهلة وكمان كل زر السطح بتاعه بيكون نحيف وادية من القعدة بتاعت الزر نفسه وده اللي بيضمن ليك سهولة وانت بتكتبه بيقل المعامل الخطأ انك ممكن تدوس على زرارين اتنين في نفس الوقت كمان الكيبورد فيه زر الفن او الفانكشن اللي بدوره بتضغط عليه زائد اي زر من زرار الفانكشن اللي في الكيبورد من فوق علشان تعمل وظائف مختلفة بمناسبة اننا بنتكلم عن الازرار فالكيبورد ده فيه انتي جوستنج لحد ست ازرار يعني تقدر تستخدم ست ازرار في نفس الوقت وانت بتلعب على الكيبورد بدون اي مشاكل ودي تجربة صوت ضغط على ازرار الكيبورد زي ما انتو شايفين او زي ما انتو سمعين كده الصوت ناعم جدا ويكاد يكون مش مسمونا نيجي بقى للظهر بتاع الكيبورد هو ظهر جدا بسيط ما فيهوش اي حاجة تقريبا الا غطى البطارية واربع قطع مطاطية لتقليل الضجيج والاهتزاز واستندين للتحكم في ارتفاع سطح الكيبورد لما بتفتح الاستندين دول مع القطع البلاستيك اللي في الكيبورد من تحت واستندين للتحكم في ارتفاع سطح الكيبورد لما بتفتح الستندين دول مع القطع البلاستيك اللي في الكيبورد من تحت اللي بتاخد راحة اليد هتضمن لك تجربة مريحة وممتعة جداً للكيبورد نيجي بقى لتاني حاجة وهي الماوس الماوس طبعاً بيشتغل ببطارية واحدة فقط وبتيجي موافقة مع الكمبو وكمان بتكفي الماوس استخدام متواصل لمدة أكتر من سنة بفضل تقنية شركة رابو اللي بتخلي استخدام الطاقة بسيط جداً الماوس من تحت فيه زر التشغيل وإيقاف التشغيل وغطأ البطارية وكمان بيحتوي على الدونجول أو الريسيفر بتاع الكمبو واللي بتوصل من خلال اليوسي بي في الكمبيوتر الماوس كمان بيدعم تقنية اسمها Invisible Tracking Engine يعني من تحت مش هتلاقي إضاءة ليزر اللي هي معتادة في الماوسات الماوس للأسف الف دي باي فقط بس شكله انسيابي وتصميمه كلاسيكي بياخد راحة اليد وتجربته كانت ممتعة جداً بالنسبة لي وزن الماوس بالبطارية لا يتخطى الـ 62 جرام تقريباً خفيف جداً وطبعاً بما انه يعني ماوس كلاسيكي فده معناه انه بتلت أزرار اللي هو كليك يمين وكليك شمال والبكرة اللي بتعمل سكرولينج ومود مجمعها الميدل كليك أو الكليك الأوسط صوت أزرار الماوس هادي جداً وده هيفيدك كتير لو انت صنع محتوى وبتصور الشروحات أو كورسات تعليمية من خلال شاشة الكمبيوتر وطبعاً كعادة الكمبو وجودته الواضحة جداً من أول انطباع فخامات التصنيع بتاعة الماوس محترمة جداً كمان الماوس فيه نظام انه بيفصل في وضع الخمو بمعنى ان لو الماوس شغال وانت مش بتحركه أو مش بتستخدمه لمدة الماوس بيفصل حتى لو الزرار شغال علشان يعني يوفر الطاقة وبمجرد ما بتحرك الماوس مرة تانية بيشتغل بشكل فور خلينا بقى نعد المميزات الرئاسية للكمبو أولاً الدونجول اللي بيجي مع الكمبو الاتصال بتاعه تردد 2.2 جيجا هرتز مع دعم التقنيات USB 3.1 بيخليك تستمتع بتجربة لاسلكية يعني خالية من الألق ومعدل التأخرير يكاد يكون مش موجود أصلاً وتغطية اتصال الكيبورد والماوس مع الكمبيوتر بتوصل لمدى 10 متر في تغطية 360 درجة والمهم انه دونجول واحد بيشغل الكيبورد والماوس الاثنين في نفس الوقت ثانياً الماوس بيجي بمستشعر 1000 دي باي او 1000 نقطة في كل بوصة وده يعتبر انه ماوس عالي الدقة وهتقدر تتحكم في مؤشر الماوس بطارية سهلة ودقيقة كمان الماوس انفيزيبل اوبتيكال والضوء بتاعه خفي ثالثاً بقى عمر البطارية بتاع الكمبو رهيبة بفضل تقنيات شركة رابو الموفرة للطاقة واللي بتمتد لسنة او اكتر من كده الكيبورد والماوس بتقدر تستخدمهم بمدة بتوصل سنة كاملة من غير ما تحتاج تبدل البطاريات ربعاً وده اهم شيء النانو ريسيفر او جهاز الاستقبال بتوصله في اليو سي بي في جهاز الكمبيوتر وبتنساه لانه مصمم انه يمسك كويس اوي في بورد اليو سي بي وكمان حجمه صغير جداً يعني هيخليك توصله وتنساه ما تقلقش انه ممكن يضيع في اي لحظة وطبعاً الشيء بالشيء يزجر طالما بنتكلم عن اليو سي بي فلابد ان نقول ان الكمبو متوافق مع نظام ويندوز من اول ويندوز اكس بي الحاد ويندوز 11 الجديد وكمان طبعاً متوافق مع انظمة لينوكس وماك ويشتغل ويتعرف بشكل تلقائي وبدون الحاجة لأي سوفت وير خارجي خامس شيء وده الاهم ان الكمبو بيجي معايا بطريطين واحدة للكيبورد واحدة لماوس واعتقد ان ده شيء اضافي بتتميز به منتجات شركة رابو مش متوفرة في معظم الشركات التانية نيجي لاهم جزء في الفيديو العيوب اما بالنسبة للعيوب اللي انا شايفها في الكمبو ده هي معظمة يعني مش عيوب بالمعنى الحرفي لكن بعض القصور في المميزات وطبعاً معروف ان الحلو ما يكملش فابرز عيوب الكمبو هو انه متوفر في السوق المصري بنسختين نسخة بتدعم الحروف العربية من الوكيل ودي النسخة اللي معايا والنسخة التانية بتكون يعني الكيبورد مفيهاش حروف عربية وده سهل دلوقتي انك ممكن تجيب ستيكر حروف عربية وتلزاوه على الازرار وغالباً النسخة دي بتكون نسخة مستوردة من برا علشان كده لو حابين تشتروا الكمبو من الوكيل حتلاقوا لينكات الشراء الرسمية موجودة في الديسكريبشن كمان لو انت بتحب كيبورد وماوس الجيمينج اللي بيتميزه يعني بالحجم الكبير والاضواء الRGB والماوس بيكون فيه سبع ازرار فالكمبو ده مش هيكون مناسب ليه كان نفسي يعني طبعاً الكيبورد يكون فيها منفزيوسي بيه علشان لو حابيت توصل دونجل بتاع ماوس تاني مثلاً او كنترولر العاب لكن للأسف الكيبورد مفيهاش الكيبورد يعني من الوهلة الاولى هتصغرب مكان ازرار الملتميديا اللي هي موجودة تحته هتلاقى نفسك بتدور على الازرار فوق لكن مع الوقت يعني هتتعود على مكانها اللي موجود في الكيبورد منتح اما بالنسبة للسعر واماتن البيع فانا اشتريت الكمبو ده من الموقع سودتكم بسعر 280 جنيه او ما عادل 18 دولار امريكي وطبعاً ده سعر رخيص جداً على يعني كومبو كيبورد وماوس بالمواصفات دي ولو وصلت الحد هنا فانا محتاج افكرك يعني يا ريد تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك وتفعل زر جرس التنبيهات للكل شوفكم في فيديو قديد شوفكم رمجزيلا السلام عليكم شوفكم رمجزيلا السلام عليكم